موسيقى لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال موسيقى موسيقى إذن كما شاهدتم هذو هما الجنود هذو هما الجنود هذو هما الجنود هذو هما يحتلوا بهم المغرب في عشر ساعات عنا هذو هما الجنود هذو هما الجنود أم مهرجين هذو هما الجنود ما الجنود مش هو هذن شك الجيش وش هذن شك الجيش يقول عليهم في معركة وفي حرب وفي قتال وفي أمور متعلقة بالمجال العسكري هذا المشاهد اللي شفنا بالمناسبة لا علاقة له بالمجال العسكري لا من قريب ولا من بعيد هل استعراضات هذا المشاهد الكوميديا اللي شفته هذا السيركو اللي شفته لا يصدقه ولا يطبل له سوى المخلوق البصبعي والجزائري المستحمر في زمان في وقت خدام فيه الدكاء الاصطناعي الاي اي البرمجيات الطائرات المسيرة يعني التكنولوجيا الحديثة في المجال العسكري الناس كتقلب على ما هو أحدث فيما يتعلق بهذا المجال وكتحاول تطور الدكاء دي الجنود والدكاء دي المعدات وتحاول الدخل التكنولوجيا الحديثة في المجال العسكري وعادوا ما زال خدامين فيه وعا وهذا نقز هنا والاخو نقز لهيه وواحد هذه الخشبة ومعلقين فيه واحد جوج وعني المشهد مثل للسخرية بكل ما تحمل كم المعنى ومشهد لا علاقة له بمجال أولا بفنون الدفاع عن النفس حتى فنون الدفاع عن النفس لا يمكن أن يصل بها المستوى لهذا الانحطاب والمشكلة لك أن هادوا جنود القوة الإقليمية القوة الإقليمية القوة الضاربة قشر إفريقيا اللي غد يحتلوا المغرب في عشر ساعات وشيكي يقول لك ثمانية ساعات وشيكي يقول لك في أربع ساعات بالله عليكم وشهدوا شكل جنود غد يدخلوا لحرب وشهدوا شكل جنود غد يتعول عليهم على أرض الميدان في معركة في حرب ويحقق لك نتائج ويحقق لك انتصارات وما إلى هناك من هذه الأمور لا أعلم أن قلت لكم في فيديوهات سابقة نظام حضارة الجزائر لا يمكن أن يعلن الحرب أبدا لأنه أولا نظام الخواف ثانيا معول على الخردة فيما يتعلق بالسلاح ثالثا معول على هذه الجنود هذه المهرجين ليصلحون بشأنهم يكونوا نجوم ديال السرق ولا نجوم ديال التهريج أكثر مما أنهم يكونوا جنود ولا داخلهم في شي جيش ولا تعول عليهم كجنود ولا شي حاجة في حركة يعني كاريتا بكل ما تحمل الكلمة من معنى والمشاهد اللي شفتوا في بداية الفيديو لا تحتاج الكثير من التحليل ولا تحتاج الكثير من التوضيح ولا تحتاج الكثير من كثرة الكلام لأن كل شيء واضح جدا متابعين الكرام كنتم مع الجيش آنيتا في بداية الفيديو أراكم في فيديو قادم